أنابى الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قام الفريق أول محمد زاكي بوضع إكليل من الظهور على ضريح الرئيس الراحل وحضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أنابى سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وقام الفريق أول محمد زاكي بوضع إكليل من الظهور على ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة كما التقى بأسرة الزعيم الراحل ونقل لهم اعتزاز وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وما قدمه من خدمات لمساندة الشعوب في تطلعاتها نحو الحرية والاستقلال وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن التاريخ المصري يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر مشيرا إلى أن مصر اليوم تصنع معجزة حقيقية بإرادة حرة قوية في مواصلة المسيرة التنوية والحضارية وخلق مجتمع آمن يشعر فيه المواطن بالعزة والكرامة حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ترجمة نانسي قنقر